في وقت تتوسع فيه المواجهات مع تنظيم القاعدة الإرهابي التي تخوضها القوات الجنوبية منذ عدة أيام في محافظة أبيان أعلنت تنظيم الإرهابي عن نقل الموظفين الأمميين الخمسة المختطفين لديه منذ ستة أشهر من محافظة أبيان إلى خارج المحافظة جاء ذلك بحسب مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة أبيان كان قد أدل بمعلوماتي لوكلات إخبارية تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي تشير إلى نقل المختطفين الأمميين إلى خارج محافظة أبيان وأرجع المصدر قيام التنظيم بهذه الخطوة بالتزامن مع الحملة العسكرية والأمنية التي تنفذها منذ عدة أيام القوات الجنوبية في مناطق عدة بمحافظة أبيان لدك أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي وتطهير المحافظة منه المصدر ذكر كذلك أن الوساطات بشأن الإفراج عن هؤلاء المختطفين توقفت كليا منذ عدة أسابيع وأن الخاطفين يطالبون بفدية مالية تقدر بنحو 5 ملايين دولار مشيرا إلى رفض السلطة المحلية في أبيان والحكومة اليمنية والأمم المتحدة الاستجابة لمطالب الخاطفين وتسليم أي فدية مالية ومطلع الشهر الجاري نشر تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن مقطعا مصورا يظهر فيه مسؤول الأمن والسلام التابع لمكتب الأمم المتحدة آكم سوفيول وهو يناشد لإطلاق سراحه وأكد الموظف الأممي في المقطع المصور أنه اختطف من قبل التنظيم الإرهابي في اليمن أثناء عودته من عمل كان يقوم به مطالبا الرأفة بحالته والتفاوض مع مختطفه لإطلاق سراحه وأضاف المختطف أنه قد مر الستة أشهر على اختطافه وهو في مكان لا يعلمه أحد موضحا أنه محتجز منذ أكثر من ثمانين يوم بين أربعة جدران ولا يستطيع أن يتنفس الهواء النقي أو يراد الشمس وتفيد المعلومات بأن الموظفين الخمس المختطفين هم مدير مكتب الأمن والسلام التابع للأم المتحدة في اليمن آكم سوفيول وأربعة موظفين محليين يمنيين وكانت تنظيم الإرهابي قد احتجزهم مقابل دفع فدية مالية كبيرة إضافة إلى الإفراج عن معتقلين متشددين من سجون عدن وحضر موت